في ظل تصعود التوتر في الشرق الأوسط تسعى واشنطن لمنع التصعيد المحتمل والمتمثل برد إيراني على اغتيال إسماعيل هنية لحظة حاسمة من الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة والتي وصفها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالفرصة الأخيرة في سياق إعادة المحتجزين ورغم مرور مفاوضات الحلول الصعبة لإتمام صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار لكن الورقة الجديدة التي ترسل تفاؤلا بشأن عقد اتفاق ناجح بين فصائل غزة والأبيب تنعكس من تصريحات البيت الأبيض حول مهلة أسبوع للوصول إلى الصفقة والتي تحذر في ذات الوقت أي طرف محاولة تعقيد تلك المفاوضات الضغوط الدولية التي تحذر من تداعيات صحية وإنسانية في غزة يرافقها التصيد في الشمال الإسرائيلي إلى جانب تأكيد إيران على الاحتفاظ بحق الرد وعدم ربطها بالمفاوضات جميعها إشارات تبث مخاوف التساع رقعة دائرة الخطر في المنطقة سيام العراق الذي كشفت وسائل إعلام غربية عن تحذيرات أممية من انجراره إلى صراع متصاعد على خلفية الحرب المستمرة في غزة لذا وبحسب دعوات المجتمع الدولي فإن أي تصرف خاطئ من أي طرف في النزاع الدائر في المنطقة قد يتسع إلى أن يشمل ضرب الأمن والاستقرار في دول عدة سيمة الكلة ترى أمريكا فيها تهديدا على يد أذرع إيران ضد قواعدها ومصالحها بالإضافة إلى عدم إيجاد طريقة لوقف الحرب والخروج عن السيطرة في حال فقدان الفرصة الأخيرة بالمفاوضات